على الرغم من الاتصالات السياسية المكثفة التي أجريت بين سلطة الفلسطينية والأردن وإسرائيل وسبقت شهر رمضان المبارك للنزع فتيل التصعيد المتوقع في مدينة القدس خلال هذا الشهر إلا أن ذلك لم ينجح فما أن بدأت ليالي رمضان حتى باتت ساحة باب العمود بالمدينة المقدسة مسرحا يوميا للاضطرابات والمواجهة بين عشرات شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي راح تهاجم الشبان في تلك الساحة لمنعهم من ممارسة طقوصهم ونشاطهم المعتاد عقب صلاة الترويح من كل ليلة وبشكل سلمي أمر شكل استفزازا لهؤلاء الشبان وتحديا كما يقول عدد منهم بالاستمرار والتواجد في هذا المكان ننضل هنا يعني يا عادي شوية لو تسألنا يعني مش عاملين إيش إحنا سوف تبقى لنا وصندين زي ما أنت شايف فيك الشعب الفلسطيني رايح عليه الشرطة أول ما يشوفوا أي شاب بتحرك شمال يمين كلمات ببلشوا في ضرب بعدين الشباب التانيين بيستفزهم الموضوع وبتصير المشاكل سلطات الاحتلال التي أقامت مركزا لشرطتها في باب العمود ودفعت بالمئات من أفراد هذه الشرطة ومعها قوات من الجيش إلى هذه المنطقة وداخل البلدة القديمة من الكدس لم تتمكن من تنظيم فعاليات ثقافية في ذلك المكان كما كانت تخطط خاصة في ظل رفض المقدسيين لهذا الأمر بوصفه محاولة لتبيض وجه الاحتلال كما يقول الناشط المقدسي ناصر كوس هذا نوع من التهويد هذه الفعاليات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع بلدية الاحتلال والشرطة الإسرائيلية هو نوع من الأسرنة للمدينة المقدسة وسرق التراث الفلسطيني ووضع مكانه تراث إسرائيلي نحن نرفض كل هذه الفعاليات التي هي ممولة من قبل بلدية الاحتلال والشرطة الإسرائيلية وفيما شكلت أحداث باب العمود في رمضان الفائد شرارة مواجهة واسعة أنذاك شهدتها مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني فإن المخاوف الإسرائيلية دفعت الجهات الأمنية في تلبيب هذه السنة إلى نشر الكبة الحديدية على شريط المحاذي لقطاع غزة خوفا من إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ على إسرائيل التي يقول الخبير في شؤونها رأفة العجرم إن الإجراءات القمعية من جيشها للفلسطينيين من شأنه أن يفجر الأوضاع الميدانية خلال رمضان نحن فعلا في رمضان ساخن وبدأ مع العمال الاستبزازية الإسرائيلية في منطقة القدس والزيارات وهذا التوتر ينتقل إلى الداخل وربما ينتقل مرة أخرى إلى الضفة وغزة من خلال عمليات عسكرية كبيرة نحن في أوج عملية تصعيد كبيرة ستكون فعل ورد فعل من الجانبين خلال هذا الشهر وربما الأشهر القادمة وبالإضافة إلى سخونة الوضع الميداني في الكدس والضفة الغربية فإن الأوضاع تبدو مرشحة لمزيد من التصعيد خاصة خلال عيد الفصح اليهودي الذي سيكون في الأسبوع الثالث من شهر رمضان حيث سيخرج فيه آلاف المتطرفين وهم يرقصون بالعلام الإسرائيلية بمسيرة استفزازية يقتحمون فيها البلدة القديمة عبر باب العمود الذي يعتبر المدخل الرئيس للبلدة القديمة ولنحو سبعين في المئة من المصلين في المسجد الأقصى المبارك لميديا ماجد سعيد رمالله